كشف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن الأخير كان على علم مسبق باجتماع عقد في يونيو من عام 2016 والذي عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضر بمنافسته هيلار كلينتون نقلت شبكة CNN عن كوهين قوله أنه مستعد لتأكيد ذلك للمحاقق الخاص روبرت مولر الذي يحاققه في احتمال وجود تواطئ بين حملة ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016 ترجمة نانسي قنقر